السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين المتابعين ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد الذي سأدلي فيه برأيي فيما حدث مؤخرا برداع وأقول الجميع يعلم بأن الأحداث المأساوية التي شهدتها مدينة رداع قبل أيام حدثت نتيجة خضأ والخضأ أو الغلط كما نعرف قد يحدث من أي حكومة في هذا العالم فليس هناك على الإطلاق حكومة معصومة من الخضأ لكن الغريب في الموضوع هو التعامل المتعمد من قبل خصوم صنعاء ممن عرفناهم مرتزقة للعدوان تعامل هؤلاء مع هذه الحادثة بما يخدم مصلحة الخارج لا بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وهؤلاء كما يعلم الجميع لا هم لهم إلا تخريب البلاد وإعادتها مرة أخرى إلى مربع الحرب والتناحر من جديد خدمة للأمريكي الذي يتربس بنا الدوائر وإحنا قد شبعنا حروب بيناتنا البيت طبعا أنا لا أدافع عن حكومة صنعاء والغلط عندها لا شك ما دامت قد اعترفت بخضائها وشرعت في اتخاذ إجراءات رادعة منها تعويض أسر الضحايا والمتوردين والقبض على كل المتوردين في هذه الحادثة وتوقيف بعض القيادات خلاص ما حصل حصل واللازم الآن هو محاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة سواء كانوا مواضنين أو قيادات أمنية وأقول ليعداء اليمن كفاكم استغلالا للأحداث في اليمن بما يخدم الخارج كفاكم إثارة للفتنة فما فعلتموه واستذببتم فيه من آلام ونكبات وكوارث ماثل أمام العيان ولا داعي لذكره الكل داري من أنتو وما هي أهدافكم وإلى عين تريدون أن تصلون بنا معركتنا اليوم أصبحت معركة مباشرة مع الأمريكي والإسرائيلي دعما وإسنادا لغزة وعلينا أن نركز على هذه المعركة يعني أكثر من أي شيء آخر نحن ضد السيئين سواء كانوا حوثيين أو غير حوثيين ولا داعي لتسييس هذه القضية وبالتالي علينا أن نتجاهل كل من يسعى لتأليب الرأي العام وإشعال الفتنة وخلونا نشوف ما ستفعله الحكومة الصنعاء وبعد ما بدأ بدينا عليه هذا ما أحببت قوله لكم اليوم أشكركم على حسن متابعتكم وإصغائكم ولا تنسوا التعليق والعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته